كنا قبل التليفون ده كنا بنتكلم على الكواليس بتاعت استقالة أو إقالة جوزفالدو فريرا من تدريب نادي الزمالك وقلنا منضوع أن جوزفالدو فريرا ما كانش حتى الآن ما عندوش علم بشكل رسمي أو ما عندوش خبر رسمي بأن هو يتم إقالته واتعرف بموضوع الإقالة عن طريق البوست الذي ينشر على صفحة المدير أو الرئيس نادي الزمالك الأكاونت الخاص بتاعه الرسمي طيب عايزين بقى نستعرض سريعا كده جوزفالدو فريرا مع الزمالك عمل ايه في الموسم الحالي جوزفالدو فريرا لعب عشرين مباراة وطبعا الموسم الحالي مش بنكلم فقط على الدور المنتهز وكرة القدم لا نتكلم على كل البطولات اللي شارك فيها جوزفالدو فريرا في الموسم الحالي مع نادي الزمالك لعب عشرين مباراة فاس في 11 تعادل في 5 واتغلب في 4 يمكن الهزائم اللي مني بيها نادي الزمالك كانت خسائر شوية يعني بنسميها كده يعني مش كارثية يعني كانت بيتغلب مثلا من نادي الاهلي وده اتغلب من اسوان اتغلب من غزل المحلة اثرت طبعا مشاكل كبير جدا على ترتيب نادي الزمالك في جدول الترتيب زي ما شفنا طبعا الجدول الترتيب الزمالك في المركز الخامس طبعا قبل كده خسر السوبرمن الاهلي فريرا مع الزمالك فريق نادي الزمالك سجل 33 هدف واستقبلت شباكه 15 هدف طيب ده جوزفالدو فريرا مع نادي الزمالك في الموسم ده طيب لو عملنا بقى كده يعني حصر سريع لولاية جوزفالدو فريرا التانية لنادي الزمالك هو لعب توتل لعب 52 مباراة فاز في 32 تعادل في 11 وخسر في 9 مباراة نادي الزمالك سجل 85 مباراة واستقبلت شباكه 41 هدف طيب ده زي ما قلنا كده سريعا جوزفالدو فريرا كلمنا عن الكواليس الاقالة اتكلمنا عن جوزفالدو فريرا بشكل عام مع نادي الزمالك وارقام طيب ترجمة نانسي قنقر